اشتركوا في القناة المجموعات مع درس المجموعات في كتابنا بتاع المدرسة الوحدة الاولى في الفصل الدراسي الاول اول درس التصنيف الى مجموعات عايزين نعرفكم يعني ايه مجموعة تعالوا بصوا معايا كده على الاشكال اللي قدامنا دي لاحظ التجمعات اللي قدامك دي كلها اللي انا بشاور عليها دي شايفها دي كلها مدام فيها اكتر من حاجة يعني فيها عربيات وفيها ظهور ورد يعني وفيها دراجات عجل فيها حاجات كتير يبقى هنسميها ايه هنسميها مجموعات يبقى هذه الاشياء كلمة الاشياء يعني الحاجات هذه الاشياء بتسمى مجموعات منهم مجموعة السيارات زي ما احنا شايفين اهيه ومجموعة اللي هم دول الاربعة دول اهم حطناهم في مجموعة مع بعض يعني ايه حطناهم في مجموعة يعني حطناهم في مكان لوحدهم مع بعض او حوطنا حواليهم حوطنا حواليهم اسمهم مجموعة السيارات برضو دول مجموعة تانية ينقل عليها مجموعة الظهور ينقل عليها مجموعة الورود طيب دي مجموعة ايه تالتة اللي هي مجموعة ايه مجموعة الدراجات يعني هو سيبها لنا عشان احنا نكتبها مجموعة الدراجات ال دا يعني دال وره وجيم والف وتا مش انتو بتعرفوا تكتبوا ولا لسه شوية دلوقتي لسه شوية مش كده ماشي بكتب لكم اهو عشان تاخدوا بالكم عشان بعد كده لوحدكم تكتبوا طيب دي مجموعة الدراجات التالتة يبقى انا عندي هنا تلات مجموعات مجموعة ها السيارات مجموعة الورود مجموعة الدراجات كلام جميل طيب بيقول لي بقى حوط لي على مجموعة السيارات يعني ايه يعني عملهم لمجموعة يعني امشي كده كده حوالين السيارات واحنا قلنا السيارات يعني العربيات كده كده وهو مش عايز غير السيارات بس ما قال ليش حاجة تاني يبقى انا همشي كده 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 ما قديش لدراجات ولا طائرات هو قال لي حوط بس حوالين مجموعة السيارات حولت له حوالين مجموعة السيارات عملتها له مجموعة طيب هنا بيقول لي بقى اعمل لي بقى مجموعات كون كون شايفينها كون مجموعات بإحاطة مجموعة الطيور المتشابهة معا يعني ايه يعني انت عندك كلهم طيور لكن الطيور اللي من نفس النوع حوط حواليهم طيب انا عندي ايه هنا انا عندي ارانب اهي مش كده اه وعندي بط اهو طيب وعندي دجاج اهو يبقى انا عندي تلات مجموعات مجموعة الدجاج اللي هي المجموعة دي اهي احوط كده حوالين منهم ومجموعة البط اللي هي ده احوط كده حوالين منهم كم بط جوه المجموعة دي شطار تلاتة واحد اتنين تلاتة وكم دجاجة جوه المجموعة الاولانية اللي عملناها دي ها يلا ايوه اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة لسه مجموعة تانية مش كده اللي هي مجموعة الايه الارانب طيب تعالا نحوط حواليهم ومقدمنا كم ارنب هم ها تلاتة بالزابط كده يبقى هنحوط حواليهم هيبقوا بالشكل ده كده هوت مجموعة الدرجات هنا بقى بيقول لي حوط لي مجموعة الاشياء اللي لها نفس اللون يعني مناش دعوة بايه هي احنا بنضور على الالوان يعني عندنا لون احمر هنا اهو ايوه كده نعمل له مجموعة مع بعضها فيها تشيرت فيها مضرب مناش دعوة المهم ان لونهم احمر برضو هنا اللون التاني اللي هو اللون الاصفر كرة صفارة مناش دعوة احنا لنا اللون الايه الاصفر طيب هنا بقى هنا بقى مهمة عندنا نعرف النوع يعني هنا اللي فوق كنا بنحوط على حسب الايه اللون صح كده هنا بقى هنحوط على حسب النوع يعني الصنف يعني الشيء اللي عندي يعني كل مجموعة مع بعضها حوط مجموعات الاشياء اللي لها التي من نفس النوع عندي ايه هنا اه زراير اللي هي اسمها ايه ازرار اسمها ايه ازرار اه وعندي هنا فراش اللي هي ايه اسمها برضو فراشات جميل كم فراشة عندنا اه اتنين صح وكم زرارة عندنا هنا تلاتة صح واحد اتنين تلاتة وكم فراشة واحد اتنين طيب فاضل الكلب ده ما فيش كلب تاني معاه عشان هو بيقول لي من نفس النوع النوع ما فيش غير كلب واحد لوحده والله عايز تحوطه تعمل له مجموعة لوحده ماشي نعملها تنفع ما نقولش لأ مش غلط ونعمل برضو البكرة بتاعة الخيط ده هي الخيط برضو فمجموعة لوحدها ماشي تنفع وزا ما عملتهاش وسبتها لانهما كل واحد لوحده برضو هتنفع مش غلط طيب حوط بقى هنا حوالين صنف تاني الاشكال الصغيرة اه طيب هنا اقول له اعمل حوالين الاشكال الصغيرة وحوالين الاشكال الكبيرة لأ لأ اليه لانهو قال لي حواط لي بس حوالين الاشكال الصغيرة بس مالكش دعوة بالكبير يعني ماليش دعوة بالمربع ده ماليش دعوة بالمثلث ده ماليش دعوة بالدائرة دي ماليش دعوة بالمثلث ده ماليش دعوة بالمربع ده ليه لان دول كبار هم لاحواص له حوالين ايه حوالين الصغيرين اللي عندنا ايواء كده هو كده هو الشاطر فيكو على ما انا حواط يقول لي فيها كم مسلث جوة منها يلا كده عدوا كده وقلولي ها? ها? كم واحد? شطار. اتنين. بالزبط. اهو. ده هو واحد. وده هو واحد. طب فيها كم دائرة? ها? تلاتة. اه? الدائرة دي. والدائرة دي. والدائرة دي. صح كده. طب فيها كم مربع? ها? اتنين. واحد. اتنين. بس هو هنا ملوش دعوة بالمربعات ولا المثلثات ولا اي حاجة من دي. هو بيبص للاشكال اللي شكلها صغير هي بس اللي بيوصلها. يبقى على حسب الشكل اللي عندي صغير او اعمله احوط حوالينه واعمله مجموعة. كبير احوط عليه اذا كان عايز. هو مش عايز. اه? واللي فوق كانت عايزة النوع. يعني مرة قلنا على حسب النوع. ومرة قلنا على حسب اللون. ومرة قلنا على حسب الشكل كبير او صغير. اهو هنا برضه بص. بيقول لي حواط لي مجموعة السيارات الكبيرة. هي دي كبيرة ولا صغيرة? كم واحدة كبيرة عندنا? اه? ادي واحد. ايوا وهدخل على التانية دي اتنين. وهدخل على التالتة دي تلاتة. بالزبط كده. تلات سيارات كبار. طبعا عمل حوالين الصغيرين. لا. هو ما قالكش عمل حوالين الصغيرين. هو كان فوق بيسألك على الاشكال الصغيرة. لكن هنا بيسألك على الاشكال الايه? الكبيرة. خلاص كده? طيب. تعال نشوف لعبة تانية. عايزين نقارن بقى بين المجموعات. يا طرى في كرسي لكل طفل. بص لهم كده. ها? هتقول لي لأ. لأ ليه? ولا آ? ها? هتقول نعم ولا لأ? ما هو يا لا يا نعم. نعم يعني آ. لا يعني لأ. انت بقى هنا بسألك هل يوجد كرسي لكل طفل? الولد ده لغ كرسي. والطفل ده لغ كرسي. والطفل ده لغ كرسي. والطفل ده لغ كرسي. والطفل ده ملهوش كرسي. وده لغ كرسي. طيب يعني يبقى الكراسي موجودة لكل الولاد ولا فيه ولاد ملهاش ولاد لها? ها? ها? فيه اولاد اهوة الولد ده ملهوش. صح? آه يبقى هنا اقول له نعم ولا لا لما يقول لي فيه كرسل كل طفل اقول له نعم ولا لا اقول له لا صح كده طب بيسألني بقى هو مين الاكتر الاطفال اكتر ولا الكراسي اكتر ها هبص كده لاقي الاطفال هما كتير لان في واحد ازياد اقول له هو ملهوش ده صح ايوة يبقى لما يسألني ايوهما اكتر الاطفال ولا الكراسي ام الكراسي هقول له الاطفال ايوة والفي الف بتاعت المد ف بنمد فيها هاو اللام الاطفال طب هل يوجد عش لكل عصفور تشوف بقى كده هتقول لي نعم ولا لا تعال نشوف سوا العصفور ده هيروح العش ده والعصفور ده هيروح العش ده والعصفور ده هيروح العش ده والعصفور ده هيروح العش ده يبقى هل يوجد عش لكل عصفور ولا لأ ها هنقول ايه هنقول لا لأ ليه لان فيه عصفورين تانينهم ملهمش اعشاش طب يبقى مين الي اقل ايهما شوفوا الكلمة دي ايهما اقل العصافير ام الاعشاش هقوله ايه بقى اه الاعشاش كده هو الف ولم الف وعليها همزة من فوق الاعشاش وين وشين امه تلت سنن ده هي كده هو وفي الف عشان بقول الاعشاش في مد معاها هي مش كده اه ش الاعشاش في الاخر في حرف ايه اشي بالزبط كده طب بيقول لي بقى يلا تعالى بقى بدل ما نقعد نقول ايهما اقل وايهما اكسر لأ احنا نكتب كلمة اقل بس او كلمة اكسر بس شوف كده الملاعق اسمها ملاعق اه اللي هي المعالي يعني اسمها ملاعق باللغة العربية نقول ملاعق وهنا سكاكين هو بقى بيسألك يا طرى السكاكين ايه من المعالي من المعالي ايه من السكاكين يا طرى المعالي اقل ولا اكسر ها هنقول ايه الملاعق اكسر ليه اكسر عشان فيه وحدة فيهم زيادة مش متوصلة مع السكاكين يبقى اكسر الف كاف س ر اكسر كده كده ونحط الكاف طبعا ما ننساش مش كده ايوه يبقى الملاعق اكسر من السكاكين طب هنا بقى الاكواب ايه من الاباق يعني اكتر ولا اقل تقول لي هنعرف ازاي يتوصلهم يتعدهم ازا كنت شاطر يعدهم وهتعرف على طول مين الاكتر وزا كنت يعني شاطر شوية اصغنانين كده يبقى تعمل ايه توصل ده مع دي طيب والطبق ده مع الكوباية دي. والطبق ده نجيبه مع الكوباية اللي جوه دي. كده. وده نجيبه مع الكوباية دي. كوبايات خلصت كلها? اه. طبق الاطباق الاكواب فيها الاطباق الاكواب خلصت كلها. الكوبايات خلصت اهم. الخمسة دول اتوصلوا بايه بخمس اطباق لكن فاضل طبق هنا صح? اه. يبقى الاكواب ايه? ها? ها? ايه? الاكواب ايه? اقل صح كده لان الاكواب الاطباق اكتر. يبقى الاكواب اقوله اقل اه كده قا قا مش كا قا قاف مش كاف اقل شوف اللي فوق كانت اك اكسر اك اللي هي الكاف دي شايفها? اه دي علامة اللي عملناها دي هي علامة اكبر من او اكسر من اه خدنا الكاف بتاعت اكسر وعملناها اكبر. وتبقى الاقل دي هي اللي عكسها. اللي هي وشها كده. اه خليك فاكر بقى. كلمة دي كلمة او او العلامة دي علامة اكبر من ودي علامة اصغر من دي اكبر عشان الكافة اهو اهو الكافة الشرطة ده هي هي اللي خدناها دي كده. طيب كلام جميل. تعال نشوف. عايز ايه هنا الراجل؟ بيقول لي عنديش برضو اطباق وعندي اكواب وبسألك جاوبني عن اسئلة. اول سؤال بيقول ايه؟ هو هنا بيقول لك بص كويس لاحظ الاطباق ولاحظ الاكواب اللي موجودة وجاوب عني الاسئلة. اول سؤال بيقول هل يوجد كوب لكل طبق؟ كل كوباية من دول لها طبق؟ هم؟ هنقول ايه؟ هنقول نعم بالزبط. يبقى هنختار له نعم ها دي كلمة نعم. يعني هل يوجد كوب لكل طبق؟ هنقول نعم لكل كوب في طبق. طب هل يوجد طبق لكل كوب؟ اه ما هي هي؟ مدام كل طبق له كوباية؟ هيبقى لا على فكرة مش هي هي لان ممكن الكوبايات الاطباق تكون اكتر. يبقى لو الاطباق دي اكتر خدوا بالكم. هيبقى كل كوب له طبق وفي طبق زيادة. مش كده ولا لا؟ ايوة يبقى هل يوجد كوب لكل طبق؟ قلت له نعم. طيب هل يوجد كوب لكل طبق؟ قلت اه لكن التانية بقى هل يوجد طبق لكل كوب؟ هم؟ هقول ايه؟ نعم برضو. طب ليه نعم كلهم نعم هنا؟ عشان هما ايه هنا؟ ها؟ اه اه ادي بعض. يعني عدد الاطباق بيساوي عدد الاكواب. اه صح؟ يبقى عدد الاطباق يساوي عدد الاكواب هقول له ايه؟ هقول له نعم. بالزبط كده. طيب تعال نشوف. بيقول لي شايف الاولاد دول؟ انا عايز ادي كل ولد منهم كل طفل منهم كورة. يا طرى هديهم الاولاني ده هو السندوق الاولاني ده ولا هديهم السندوق التاني ده ولا هديهم السندوق التالت ده؟ لو انا خدت السندوق الاولاني هيكفيهم. تعال حسيبها انت كده. ده ده في كام هنا هم كام ولد الاول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اولاد وبنات ستة. كل واحد منهم هياخد كل طفل منهم هياخد كورة. هتكفيهم دول؟ لا طبعا لان ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. مكافة همش ما فيش في واحد تاني مش هياخد مش كده ولا لأ لكن دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اه. يبقى حط علامة صح اللي بيقول لي عليها اللي هي كده شكلها. ايوة زي اللي بتعملها لك القبلة على طول في كرستك. علامة صح اسفل يعني تحت السندوق اللي انت هتختاره عشان ياخد كل طفل كورة. طيب. هنا بقى بيسألني. كل كل قطة من دول بتريد يعني عايزة تلعب بكورة. طيب. هتقول لي الله طب ما في قطة ما فيش قدامها كورة. ما هو هنا بيقول لك ارسم. اه. الكرات النقصة. يبقى هاجي على القطة دي. وديها كورة. وارسمها لها كده. واقول لها اخد الكورة بتاعتي اهي. 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 ادها لها. احطها لها عندها كده. جميل. وبرده التانية دي. اهي. ما عندهاش كورة. اديها كورة. خد يا ست يلا كورة انت كمان. اهو. يلا ادها لها قدامها عند رجليها عشان تلعب بيها. كده. والتالتة كمان دي برضو. عايزة كورة. حطها لها كده اهو. ايوة. كده. وقول لها اخد يلا. العبي. كده كل كل قطة بقت معاها كورة تلعب بيها. طب هنا بقى. بيقول لي وصل للمجموعات اللي لها نفس العدد. اه. جعني شوف. دول كم واحدة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. طب ولي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى المجموعة دي حتتوصل مع المجموعة دي كده. بالضعب. طب ونشوف اللي تحت. برضو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ايوة. يبقى هنوصل دي مع دي. سهلة اهي. مش كده? جميل. طيب وصل بقى كل كورة مع مضرب. وبعد نقول له مين الاكبر? وصل كل كورة مع مضرب. وصل دي مع دي. وصل دي مع دي. وصل دي مع دي. وصل دي مع دي. وصل. ممكن توصل نفس اللون بس هنا هنا الالوان بقى زيادة. اه. وممكن تاخد الحمرة دي توديها مع المضرب الاحمر ده. مسلا يعني ايو اي كورة مع اي مع اي مضرب. كده لاحظت ايه بقى? ان في كورة. اه اكبر. ازيد. يبقى هنا لما بيقول لي مين اكبر? هقول له ايه? الكرات اكبر. ايوة. الكرات. كرات. كده. كرات. الف فيها ايه? اه ريح فيها ايه? مد. الكرات ملها. ها? اكبر. اه يعمل علامة اكبر. يكتب كلمة اكبر. بس انا هنا عشان هو بيسألني ما قال ليش اكبر من مين ولا صغل من مين? خلاص اكبر. هتبقى اكبر من مين هي? اكبر من المضارب. ايوة بالزبط. تحدد اي المجموعاتين. اكبر? قلت له الكرات اكبر ليه? تعال عدهم طيب. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. طبعا انتو بتعرف تعد من الحضانة يعني. اه? والكورة والمضارب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. والكورات قلنا ستة. مش كده? يبقى الكور اكتر من الايه? من المضارب. شو بقى هنا بيقول لي وصل كل شكل من الاشكال اللي عندك دي. المجموعة بتاعة اللون بتاعها. يعني المسلس ده ده لونه ايه? لونه احمر. يبقى نوصله مع ايه? مع المجموعة دي. طيب. والمسلس ده لونه ايه? لونه ازرق. نوصله مع المجموعة دي. طيب والكورة دي. لونها ايه? لونها احمر. نوصلها مع المجموعة دي. طيب والمربع ده لونه ايه? لونه اخضر. نوصله مع المجموعة دي والكورة دي لونها ايه ازرق نوصلها مع المجموعة دي وبعدين الاخيرة ده هي المربع الاخير اللي لونه اخضر نوصله مع المجموعة دي كده وصلنا كل شكل مع الاشكال في المجموعة بتاعته اللي لها نفس اللون وكده حبيبي نكون وصلنا لنهاية درسية النهاردة واتمنلكم التوفيق واستنوني واتمشوا عشان هنيجي ان شاء الله وهجلكم المرة الجاية مع درس جديد اللي هو درس الاعداد هناخد بقى واحد واثنين وثلاثة شكرا حبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته